اشتركوا في القناة على وشك الحدوث استمعوا إلى راديو فرصة العالم الأخيرة لتعرفوا كيف يمكنكم أن تستعدوا روحياً لما سيأتي راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشي مرحباً أهلاً بكم في راديو فرصة العالم الأخيرة World's Last Chance أنا مضيفكم إبراهيم نادر ويرافقني يوسف راضي مرحباً أود أن أشكركم جميعاً لاستماعكم إلينا ولأنكم جعلتمون جزءاً من يومكم اليوم سنتحدث عن تحذير خطر جداً ورد في الكتاب المقدس إنه بمنتهى الخطورة ومع ذلك معظم الناس لا يأخذونه على محمل الجد نعم ما عانيه هو أنهم يظنون أنه ينطبق على الآخرين بين ما هم مستثنون منه ولكن قبل أن نتعمق في هذا الموضوع يوسف أود أن أقدم شرحاً سريعاً إلى كل من يستمع إلينا للمرة الأولى تفضل يا إبراهيم رومي الأصحاح الثالث عشر الآية الثالثة عشر تعيدنا بأن كل من يدعو باسم الرب يخلص ولكن أنتم تعلمون جيداً أن الرب ليس اسماً لا هذه الكلمة مجرد لقب وهي لا تحمل معنى خاصة على الإطلاق ولا أي معنى محدد بما فيه الكفاية للإشارة إلى الخالق في الواقع إن عدنا إلى النسخة العبرية الأصلية يمكننا أن نعرف ما هو اسم الآب الشخصي الفعلي إنه يهوى أويا وهذا الاسم يستخدم أيضاً في بعض الأحيان وهو اسم غير عادي لأنه فعل من أفعال الوجود وجذوره تعني يكون إبراهيم يروقني جداً تعريف اسم الآب عندما تدرك أن اسمه الشخصي هو فعل من أفعال الوجود عندها يمكنك أن تطابقه مع كل أفعال الوجود هو يكون، هو كان، هو سيكون، هو يجب أن يكون أي صيغة للفعل تريد استخدامها تعتبر وصفاً مثالياً للآب وكل صيغة هي وعد بحد ذاته نعم، اسم المخلص هو أيضاً وعد اسمه يهوشوة ويمكنك سماع اسم يهوى في اسم الإبن يهوى يهوشوة إن اسم الإبن كما قلت هو وعد أيضاً لأن كلمة يهوشوة تعني حرفياً يهوى يخلص إنهما يفعلان كل ما بوسعهما لإلهامنا بالإيمان والرجاء أليس كذلك؟ نعم، هذا صحيح إذن يوسف، ما هو التحذير الخطير الذي نظن جميعاً أنه لا ينطبق علينا في حين أنه يفعل؟ عندما أقول لك ما هو، ستتذكره لأننا تحدثنا عنه في حلقة سابقة إنه في الرؤية الإصحاح الثامن عشر الآية الرابعة ولكن دعنا نراجعه ضمن السياق هل تقرأ لنا الرؤية الإصحاح الثامن عشر الآيات الأولى إلى الرابعة؟ بكل سرور ثم بعد هذا رأيت ملاكاً آخر نازلاً من السماء له سلطان عظيم واستنارت الأرض من بهائه وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلاً سقطت، سقطت بابل العظيمة وصارت مسكناً لشياطين ومحرساً لكل روح نجس ومحرساً لكل طائر نجس وممقوط لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم وملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها ثم سمعت صوتاً آخر من السماء قائلاً فلتخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في خطاياها ولألا تأخذوا من ضرباتها من الواضح أننا نتحدث هنا عن نهاية العالم بابل ترمز إلى روما والمقصود بروما هنا الباباوية وليس عاصمة إيطاليا بابل ترمز إلى الديانة الزائفة والمثير للاهتمام هو أنه مهما كان الذنب الذي اقترفته بابل فقد أثر على العالم بأصره لأن النص يقول لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم أود فقط أن أدرج شرحاً مقتضباً ليس لدينا متسع من الوقت لنتطرق إلى هذه النقطة الآن ولكننا تناولناها في حلقات أخرى وكذلك في مقالات موجودة على موقعنا خمر بابل هو عقائدها الزائفة والعقيدة الزائفة الرئيسة التي فرضتها روما أو الباباوية على العالم هي تقويمها المزور تماماً لقد جعلت العالم بأسره يعمل ويلهو والأهم من ذلك يمارس العبادة وفق تقويمها لجريغوري الزائف تماماً إبراهيم ونتيجة لهذا الارتداد المنتشر على نطاق عالمي جاء من السماء أمر واضح جداً فلتخرج منها يا شعبي صحيح والمشكلة هي أن معظم الناس يسيئون تفسير هذه الآية فهم يرونها كدعوة بطبيعة الحال لا يعتبر أي شخص عضواً في الكنيسة ما لم يؤمن بكل صدق بأن تلك الكنيسة هي التي تملك الحق أليس كذلك؟ صحيح لذا فنحن في نهاية المطاف نحاول أن نتذاك على أنفسنا نقرأ ذاك المقطع وعندما نصل إلى الآية الرابعة نفكر ونقول حسناً لا يمكن أن ينطبق هذا علي أنا فأنا واحد من البقية أنا أنتم إلى الكنيسة الحقيقية الوحيدة يجب علي أن أخذ هذه الدعوة إلى العالم وأخبر الجميع بأن كنيسة هي التي تملك الحق يجب أن أدعوهم للانضمام إلينا أتفهم ما أقصده يا إبراهيم؟ طبعاً طبعاً إنهم لا ينظرون إلى تلك الآية كأمر على الإطلاق بل مجرد دعوة ولكن هذا خطأ فهي في الواقع أمر فقد بحثت عنها في النسخة الأصلية اليونانية والترجمة الأقرب إلى المعنى الأصلي نجدها في إنجيل جينيفا إنه الكتاب المقدس المفضل لدى الإصلاحيين البروتستانت إنجيل جينيفا لا يقدم دعوة بل يصدر أمراً إنه هنا أمامي هل لا تقرأ لنا ما ورد فيه يا إبراهيم؟ بالتأكيد ثم سمعت صوتاً آخر من السماء قائلاً أخرج منها يا شعبي لألا تشتركوا في خطاياها ولألا تأخذوا من ضرباتها هذا فرق كبير يا يوسف حرفان زائدان يغيران المعنى تماماً كلمة فلتخرج تمثل دعوة لكن أخرج تمثل أمراً ما يعنيه هذا لكل واحد منا هو أن الأمر بمغادرة الكنائس الساقطة لا يستثني الطائفة التي ننتمي إليها هذه نقطة سديدة بالفعل أقر بأنني لطالما كنت واحداً من الذين ينظرون إلى هذه الآية كدعوة وكأنها دعوة تقول تعال وانضم إلى طائفتي أمر محرج أن أقر بأنني لم أدرك أن الجميع يشعرون مثلي إلا بعدما بلغت سن الرشد وكيف أدركت ذلك يا إبراهيم؟ تعرفت أنا وزوجتي على رجل وزوجته كان لسنوات عدة من أعضاء World Wide Church of God أو كنيسة الله في كل أنحاء العالم إبراهيم هذه الطائفة تفككت إلى حد ما في تسعينيات القرن الماضي أليس كذلك؟ صحيح كانت الطائفة تواجه أزمة لهتية حقيقية في تلك الفترة وكانت خسرت ما يصل إلى خمسين بالمئة من أعضائها عندما قرر قادتها التخلي عن اليوم السابع السبت والأعياد ليصبحوا أكثر ميلا إلى الإنجلية التقليدية أنا كنت على ألم بما كان يحدث داخل تلك الطائفة ولكنني أعتبرت أن لذلك تأثيرا هامشيا بالنسبة إلي ولا يؤثر علي مباشرة ففي نهاية المطاف كانت كنيسة ساقطة أما أنا فكنت جزءا من البقية فهمت ما تعني؟ نعم المعتقد الوحيد الذي يجمع بين كل المسيحيين بغض النظر عن الإيمان بيهوشوة هو أن كل الآخرين على خطأ ووحدها كنيسة طائفتهم على حق هذا ما كان يقوله صديقانا فقد قيل لهما إنهما كانا من البقية فيما كل الكنائس الأخرى ساقطة في النهاية يا يوسف لم يمارس العبادة يوم الأحد وكانا يحفظان الأعياد كانا يملكان الحق يا يوسف إذن يا إبراهيم ماذا حدث عندما قامت الطائفة بتغيير العقائد؟ انتهى الأمر بهذين الزوجين إلى خسارة معظم أصدقائهما لأنهما رفضا البقاء في عضوية كنيسة تخلت عن معتقداتها التي تستند إلى الكتاب المقدس وقد نصحهما البعض بوجوب البقاء مع الكنيسة ومحاولة إجراء تغييرات من الداخل والمثير للاهتمام يا يوسف هو أنه عندما قاما بسحب عضويتهما نبذهما أصدقاؤهما السابقون لأن هؤلاء كانوا ليزلون مقتنعين بأنهم جزء من البقية رغم أن الكنيسة قد غيرت عقائدهم نعم وهكذا عندما توقف صديقانا عن الذهاب إلى الكنيسة وعندما توقفا عن تقديم دعمهما المالي عبر الأعشار والهبات اعتبر الذين واصلوا ارتياد الكنيسة أنما فعلاه دليل على أن الذين يغادرون يصبحون من الضلين ولا يعودون جزءا من البقية كان سلوكا منحرفا للغاية إنما كل الذين ظلوا على ولائهم للكنيسة كانوا مقتنعين بأنهم لا يزالون من البقية من التعليم الشائع لمعظم الكنائس أن الطائفة التي تنتمي إليها هي الكنيسة الحقيقية الوحيدة وأن كل الآخرين ضالون أو ساقطون نعم وبالتالي إن كنت تريد أن تكون عضوا في البقية فعليك أن تكون عضوا يدفع الأعشار للكنيسة الحقيقية الوحيدة والتي هي بالطبع كنيستهم نعم والواقع أيضا أن كل الرعاة والكهنة والحقامات لديهم مصلحة شخصية في الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الأعضاء ففي نهاية المطاف المنظمة التي يقدمون إليها الأعشار والهبات هي نفسها المنظمة التي تدفع أجور القادة الأمر أشبه بمخطط هرمي تماما شخص واحد في الأعلى مدعوم بحفنة من الأشخاص تحته وهؤلاء يستندون إلى عدد أكبر من الأشخاص وكل هؤلاء يضغطون على ظهور العدد الأكبر من الأشخاص تماما يا إبراهيم هكذا هو الوضع بالضبط وهكذا يريده الشيطان أن يكون من خلال تحكمه بحفنة من الأشخاص الموجودين في القمة يمكنه استخدام ثقل البنية التحتية للتأثير على الأغلبية والتحكم بها إنها طريقة بمنتهى الفعالية لكنها تعيق تدفق الحق نعم ويمكنك معرفة السبب أظن أن في العالم خداما مخلصين عندما تتاح لهم فرصة تعلم المزيد من الحق يمكنهم تبنيه ولكن عندما تكون السبل رزقهم وقدرتهم على إعالة أسرهم متعلقة بالحفاظ على الوضع الراهن للمنظمة التي تدفع لهم أجورهم يمكنك أن ترى كيف يمكن للحق أن يتنحى ليفسح في المجال للمنفعة الشخصية إن كان كتابك المقدس في متناول يدك يا إبراهيم افتح على حزقيال الإصحاح الثامن حزقيال الإصحاحان الثامن والتاسع يروق للقادة الدينيين أن يقتبسوا منهما بهدف حث أكبر عدد ممكن من الناس على المواظبة على الذهاب إلى الكنيسة لاحظت وجود هذه النزعة فالوعاظ يستخدمون الإصحاحين الثامن والتاسع من حزقيال لجعل الناس يظنون أنه من واجبهم البقاء أعضاء في الكنيسة حتى عندما يتضح لهم أن الكنيسة مرتدة وبطبيعة الحال لأنهم يقتبسون من كلمة ياه فهذا يجعل ما يقولونه مهما وقيما وافقك الرأي يا إبراهيم المشكلة هي أن الطريقة التي يفسر بها القادة الدينيون هذين الإصحاحين غير صحيحة لبل خاضعة ومضللة كما وتناقض مقاطع أخرى من الكتاب المقدس تذكر أن حزقيال كان معاصرا لدانيال وقد أخذ أسيرا إلى بابل مع الآلاف غيره ويسجل الإصحاح الثامن من حزقيال رؤية أعطيت له وفيها أرته روح يهوى الفواحش التي ترتكب في أوروشليم وفي الهيكل هناك تمهل قليلا يا يوسف كنت أظن أن نبو خذنصر هو الذي دمر الهيكل في أوروشليم هذا صحيح إبراهيم ولكن ليس في البداية فقد وقع أول غزو لأوروشليم عندما كان نبو خذنصر صغيرا إلى حد ما نبو بولاسر فسارع إلى القيام بمسيرة قصرية عبر الصحراء للعودة إلى بابل عادة كانت مسيرة الجيوش تعبر حول الهلال الخصيب لكنه أراد العودة بسرعة للحفاظ على العرش كانت هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها بابل أوروشليم وفي ذلك الوقت أخذ دانيال وأصدقائه الثلاثة إلى بابل ولكن حصل غزوان أخريان بعد ذلك وفي الغزو الأخير دمر هيكل سليمان لذلك نعم في الوقت الذي ظهرت الرؤية لحزقيال كان الهيكل لا يزال قائما والكهنة كانوا لا يزالون يخدمون فيه حسناً يوسف احتفظ بهذه الفكرة من فضلك سنأخذ استراحة قصيرة وعندما نعود سنرى ما الذي قاله حزقيال أيها الأصدقاء سنعود بعد قليل باتت نهاية الزمن وشيكة الآن أكثر من أي وقت مضى لا بد لأي شخص ينتظر عودة المخلص ويتوق إليها من أن يكون حاذراً فيحرس كل الطرق التي قد يلجأ إليها الشيطان ليخدع الروح الخطيئة إدمان سواء كان الوقت ضائعاً في نشاطات سيئة أو في تناول الكحول أو في الإباحية أو النيكوتين فالخطيئة بحد ذاتها إدمان لكن المخلص جاهز ليخلص كل من يلجأ إليه زر موقعنا الإلكتروني www.wordslastchance.com وفي حقل مقالات اختار حقل التقوى التطبيقية أو Practical Piety وقرأ إدمان الخطيئة حراسة السبل المؤدية إلى الروح وكرر إدمان الخطيئة على www.wordslastchance.com فيهوش هو ينتظر ليستجيب للصلاة المليئة بالإيمان في رؤيته ظهرت لحزقيال أربع رجاسات كل رجاس أسوأ من الأخرى وكل واحدة تتوغل في المدينة والأيكل لن نخصص الوقت لقراءتها كلها ولكنها تشمل من بين أمور أخرى عبادة الأسلام المخفية والنساء اللواتي يبكين على تموز وهي ممارسة تعرف في الكاثوليكية باسم الصوم الكبير حتى الكنائس البروتستانتية بدأت بتبني الصوم كممارسة روحية والرجاسة الأخيرة التي ظهرت لحزقيال هي الأسوأ هل تقرأوها لنا؟ إبراهيم إنها في حزقيال الإصحاح الثامن الآية السادسة عشر نعم بالطبع فجاء بي إلى دار بيت يهوى الداخلية وإذا عند باب هيكل يهوى بين الرواق والمذبح نحو 25 رجلا ظهورهم نحو هيكل يهوى ووجوههم نحو الشرق وهم ساجدون للشمس نحو الشرق هذا ليس سوى عبادة الشمس يتم تمريرها على أنها عبادة يهوى رائع ممارسات الوثنيين يتبناها الإسرائيليون كنت لا أقول إن الأمر لا يعقل لكن للأسف ليس كذلك ومع ذلك يا إبراهيم على رغم كون الخطيئة الشيطانية إلا أن الزعماء الدينيين حتى يومنا هذا ما زالوا يصرون على أن يهوى يريد أن يظل شعبه على مقاعد الكنيسة رغم أنهم يعترفون بوجود خطيئة فيها والأعضاء الذين ينفصلون عنها يتهمون بالتخلي عن الإيمان الذي سلم للقدسين يقال لهم إن الكنيسة الضعيفة والخاطئة لا تزال حدقتيا وأن مغادرتها تعني الضلال في الجامعة يوسف أخذت حصة دراسية عنوانها المناقشة والمناظرة إحدى أذوات الحجج المقنعة كما قال لنا الأستاذ كانت أن تذكر لخصمك الحجة الخاصة به وقال أننا إن اعترفنا بوضوح بالحجج المناقضة لطريقة تفكيرنا فسنكون في وضع أفضل لتبيان سبب كون تلك الحجج خاطئ هذا صحيح فنفي الادعاءات المناقضة لموقفك ليس مقنعا ومن المقنع أكثر عرض الرأي المناقض لرأيك ثم تبيان بشكل منطقي سبب كون هذا الرأي المعاكس خاطئ تماما هذا ما يفعله الوعاظ عندما يعترفون بأنه ثمت خطيئة في الكنيسة ولكنهم مع ذلك لا يتركونها هذا بالضبط ما يفعلون يعترفون بأن هناك أخطاء ترتكب في الكنيسة هناك إساءة استخدام السلطة اختلاس أموال الكنائس أساتذة علم اللاهوت الذين يعلمون الأخطاء الرعاة الذين يستخدمون البرمجة اللغوية العصبية رؤساء الكنيسة الذين يروجون بوضوح لجدول أعمال مصالحة مع روما لكنهم يصرون على أن الكنيسة ستتغلب على ذلك لا تترك الكنيسة كتب كاري نيوهوف إجابة للمسيحيين الذين طفح كيلهم من الكنيسة إنه مثال ممتاز على هذا النوع من التفكير لدي رسخة منه هنا هل تقرأ الجزء المعلم؟ نعم يقول تسمعها في كل الأوقات طفح كيل من الكنيسة لا أحتاج حقا إلى ارتياد الكنيسة علاقة بالله شخصية لقد سأمت الدين المنظم الكنيسة هي اختراع من صنع الإنسان وليس فكرة الله أفهم تماما لماذا عدد متزايد من الناس يتركون الكنيسة حتى الناس الذين كانوا قادة في الكنيسة غالبا ما يتوقفون عن ارتيادها فهمت الأمر الكنيسة بعيدة عن الكمال والحياة معقدة والخيارات متزايدة ومنطق ما بعد الحداثة لا يثق بمعظم الأمور المنظمة أو المؤسساتية لكن استعمل لكن بقدر ما الكنيسة سيئة يقول لكن لكن حتى لو أن فكرة الانفصال عن الكنيسة رائجة إلا أنها خاطئة تماما بينما يعتبر الانفصال عن الكنيسة فكرة رائجة وحديثة فإن العكس هو الصحيح ماذا لو كانت تلك الفكرة تقليصية بل وتقليدية لا تؤدي إلى نتيجة بناءة هل ترى ما يفعله هنا؟ إنه يقول نعم هناك مشاكل مع الكنيسة لكن لا تغادر مغادرة الكنيسة أمر مخادع ابقوا مع الكنيسة وكأنه من خلال الإقرار بالمشاكل في الكنيسة يصبح من الصواب أن تبقى تسمع الناس يقولون الكنيسة هي مستشفى للخطأ وليست متحفا للقديسين كما لو كان ذلك يبرر بطريقة ما البقاء مع الكنيسة هذا خطأ يا إبراهيم مثل هذه الحجج تشعر الناس بالذنب لبقائهم في منظمة دينية يقول لهم الروح القدس أن يغادروها الأمر شائع يا يوسف يتم تعليم الأعضاء أنه عندما يرون مشاكل في الكنيسة عندما يرون خطأ صريحا يعظ به من على المنابر عليهم أن يتنهدوا ويبكوا بسبب الرجاسات في الكنيسة لكنهم لن يغادروها تحت أي ضرف من الظروف في النهاية يقال لهم إن كنيستهم هي الكنيسة الباقية إن غادروا فلن يكونوا جزءا من البقية يتم إلقاء العظات وتنص المقالات الخاصة بكيفية منع الأعضاء المؤسسين من المغادرة وفي الوقت نفسه زيادة عدد الأعضاء في الكنيسة تبدو الأسباب جيدة في كتابه نقل الكنيسة تغيير كنيستك عضويا من الداخل إلى الخارج يصف ديف فيروكسون عملية من ثلاث خطوات يدعي أنها تساعد الكنائس على زيادة العضوية فيها والاحتفاظ بأعضائها القدامة تفضل هل تقرأ لنا هذا الاقتباس؟ نعم طبعا أولا التحرك نحو اعتماد ممارسات تعلم الناس وتضاعهم في طرق المسيح ثانيا التحرك نحو فهم واضح وتوضيح مهمة المسيح ثالثا التحرك نحو رؤية خاصة بنشاط معين بغية إنجاز مهمة المسيح هذا يبدو جيدا لكن نلاحظ أن التركيز في كل خطوة من خطوات فيروكسون يكمن في التحكم بالجماعة والتأثير فيها بدلا من تطوير علاقة روحية فردية مع المخلص لطالما كانت عملية الخلاص فردية لكن يا إبراهيم قادة الكنيسة يركزون على الأرقام بالطبع فهم يريدون تحقيق تفويض الإنجيل لكن الحاجة إلى الحفاظ على نظام دعمهم الاقتصادي تؤثر على تفسيرهم لهذا المقطع من حزقيال إنهم يحاولون إحباط الأعضاء لكي يبقوا عبر إخبارهم بأن يهوى يتوقع منهم إجراء تغييرات من الداخل إلى الخارج أجل يوسف في الوقع سمعت ذلك كثيراً عند قراءة حزقيال الإصحاحين الثامن والتاسع ضمن السياق يتضح أن ليس ذلك ما يقوله الكتاب المقدس هل مزال كتابك المقدس مفتوحاً على حزقيال الإصحاح الثامن؟ بالتأكيد هل لا تقرأ لنا الآيتين السابعة عشرة والثمينة عشرة؟ وقال لي أرأيت يا ابن آدم أقليل لبيت يهوذا عمل الرجاسات التي عملوها هنا لأنهم قد ملأوا الأرض ظلماً ويعودون لإغاظتي وها هم يقربون الغصنة إلى أنفهم فأنا أيضاً أعامل بالغضب لا تشفق عيني ولا أعفو وإن صرخوا في أذني بصوت عال لا أسمعهم إنه رد يهوى على الرجاسات في أورو شليم والهيكل واضح الدمار الكامل وعدم العفو حسناً يا إبراهيم انتقل إلى الإصحاح التاسع وقرأ الآيتين الأولى والثانية وصرخ في سمعي بصوت عال قائلاً قرب وقلاء المدينة كل واحد وعدته المهلكة بيده وإذا بستة رجال مقبلين من طريق الباب الأعلى الذي هو من جهة الشمال وكل واحد عدته الصاحقة بيده وفي وسطهم رجل لابس الكتان وعلى جانبه دوات كاتب فدخلوا ووقفوا جانب مذبح النحاس الأمر جاد رد ياه على ردة الكنيسة هو دعوة الرجال ومعهم أسلحتهم القاتلة الأمر مثير للاهتمام يا يوسف لأننا حتى هنا نرى رحمة يهوى صحيح فلنقرأ الآيات الأربعة التالية تقول فدع الرجل اللابس الكتان الذي دوات الكاتب على جانبه وقال له يهوى أعبر في وسط المدينة في وسط أرشليم وسم سمة على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها وقال لأولئك في سمعي أعبروا في المدينة وراءه واضربوا لا تشفق أعينكم ولا تعفوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء أقتلوا للهلاك ولا تقربوا من إنسان عليه السمة وابتدئوا من مقدسي فابتدأوا بالرجال الشيوخ الذين أمام البيت حزقيال الإصحاح التاسع من الآية الثالثة حتى السادسة إذن لم يقتل الجميع يا يوسف هذا صحيح يا إبراهيم فمن يتنهدون ويئنون للرجاسات التي ارتكبت يتم إعفاؤهم إنها الفقرة التي يستخدمها القادة الدينيون لإقناع أعضاء الكنيسة بالبقاء رغم أن الروح القدس يحثهم مرات عديدة على المغادرة فالخدام يقرون أن هناك خطيئة في الكنيسة لكنهم سرعان ما يضيفون أن من يتلقى سمة الخلاص هم من يتنهدون ويئنون على الرجاسات كافة التي ترتكب في الكنيسة من الواضح أنه يتم الإشارة ضمنا إلى أنه عليك البقاء في الكنيسة من أجل التنهد والأنين على الرجاسات المرتكبة هناك لا يوجد في هذا المقطع أي شيء يقول إن شعب يهوى يجب أن يبقى مكان حدوث الرجاسات في الواقع يعلم الكتاب المقدس عكس ذلك انتقل إلى كورانثوس الثانية الإصحاح السادس وقرأ لنا الآية السابعة عشرة كل أسبوع يتم تلقين المؤمنين ابقوا مع الكنيسة ولكن لنرى ما يقوله الكتاب المقدس بهذا الشأن تفضل يا إبراهيم ابدأ القراءة لذلك أخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقولوا يهوى ولا تمسوا نجسا فأقبلكم السماء تأمر الجيل الأخير أخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في خطاياها ولألا تأخذوا من ضرباتها لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر يهوى آثامة رؤيا الإصحاح الثامن عشر الآيتين الرابعة والخامسة هذا الأمر موجه إلى كل المؤمنين من كافة الجماعات المؤمنة لا تفترض أن كنيستكم أو طائفتكم أو منظمتكم معفية ليست كذلك فكل واحدة منها إما رفضت الإقلاع عن التقاليد الخاطئة أو أنها رفضت النور المقدم يوسف هل هناك فقرات أخرى في الكتاب المقدس تعلمنا أن المؤمنين عليهم ترك المنظمات المرتدة؟ أجل يا إبراهيم قصة لوط تعلمنا ذلك ماذا تقصد؟ كيف؟ كان لدى يهوى القدرة على إبقاء لوط حيا حتى في سدوم لكنه لم يفعل بدل ذلك أرسل ملائكة لإخراج لوط المتردد وعائلته ثم قال ارحل اخرج اهرب اهرب لحياتك لا تنظر إلى ورائك ولا تقف في كل الدائرة اهرب إلى الجبل لألا تهلك تكوين الإصحاح التاسع عشر الآية السابعة عشر تماما لوط خلس خارج سدوم وليس فيها إنه حقا تمييز أساسي عندما نقول إن نوح خلس خارج عالم الأشرار السابق للطوفان وليس فيه انتقل إلى بطرس الثانية الإصحاح الثاني وقرأ لنا الآيات الرابعة حتى التاسعة فبطرس كان يفهم هذا المفهوم هو أيضا ماذا يقول يا إبراهيم؟ نعم يقول لأنه إن كان يهوى لم يشفق على العالم القديم بل إنما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر إذ جلب طوفانا على عالم الفجار وإذ رمد مدينتي سدوم وعمورة حكم عليهما بالانقلاب واضعا عبرة للعتيدين أن يفجروا وأنقذ لوطا البار مغلوبا من سيرة الأردياء في الدعارة إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البارة بالأفعال الأثيمة يعلم يهوى أن ينقذ الأطقياء من التجربة ويحفظ الأثمة إلى يوم الدين معاقبين هذه الفقرة مثيرة للاهتمام فهي تفيد أن لوط كان بارا وأنه تنهد وأن على الرجاسات التي ارتكبت في مدن الشر لكن استجابة لصلاة إبراهيم أرسلت الملائكة لتسليم رسالة يطلب منه فيها المغادرة على الفور هذا ما تتوقع السماء أن يفعله كل مؤمن وفي وليس أن يبقى في الكنيسة وببقائه يدعم بصمت الردة التي تحدث داخل الكنيسة عندما نضمن هذا العنصر تصبح مغادرة الكنيسة مسؤولية محتمة لأنه صحيح أن بقاءنا يؤمن الدعم الصامت لما يحدث داخل الكنيسة حسناً أيها الأصدقاء ابقوا معنا فقرتنا التالية هي البريد اليومي أنتم تستمعون إلى الراديو فرصة العالم الأخيرة عبر WBCQ على الموجة 9330 كيلو هيردز وعلى تردد 31 متراً راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك الوقت هبة هبة تنضي بسرعة ومع ذلك كلما اقتربنا من النهاية كلما تكاثرت الطرق التي يسعى بها الشيطان إلى تحويل الانتباه عما هو مهم حقاً الشيطان يسعى باستمرار إلى إفساد هبات السماء وهبة الوقت هي واحدة منها التكنولوجيا التي يمكن استخدامها لنشر الإنجيل تصبح في معظم الأحيان مجرد مضيعة رهيبة للوقت الشيطان يملك أسليب تسلية مختلفة ومصممة لكل نوع من الشخصيات لتناسب كل الأضواق الفردية زوروا موقعنا الإلكتروني www.wordslastchance.com وابحثوا عن الفراغ وهبة الوقت أكرر الموقع الإلكتروني www.wordslastchance.com في حقل المقالات وتحت العنوان الرئيس biblical Christian Articles أو مقالات مسيحية كتابية باللغة العربية انقروا على التقوى التطبيقية Practical Piety لقراءة الفراغ وهبة الوقت تعلموا كيف يمكنكم أن تستخدموا بحكمة هبة الوقت التي منحكم إياها يهوى يوسف سؤالنا اليوم في فقرة البريد اليومي لا مثيل له طرحته ديالة من حلون في إسرائيل هل تعرف أن الأوراق النقدية في إسرائيل تحمل نقاط البريل كي يتمكن المكففون من تحديد قيمتها هم أيضا؟ هذا رائع يجعلنا ذلك أن تساءل لماذا لا تحذو البلدان الأخرى حذوها على أي حال يوسف تسأل ديالة من فضلكم هل فسرت منهم ما الفارق بين الحزن بحسب مشيئتيا وحزن العالم؟ لماذا يميز الكتاب المقدس بين الاثنين ما الفارق بينهما؟ سؤال مثير للاهتمام يا يوسف نعم فحزن العالم بسيط وواضح وقد اختبرناه جميعا وبالطبع نجد الحزن في المعاناة فالأخبار اليومية مليئة بالتقارير الخاصة بالكوارث الطبيعية والهجمات الإرابية والحوادث واللائحة طويلة هناك جانب آخر من حزن العالم وهو النسخة المتمركزة حول الذات للحزن بسبب الخطيئة ماذا تعني يوسف؟ الحزن بسبب الخطيئة أمر جيد؟ بالطبع لكن النسخة المتمركزة حول الذات للحزن بسبب الخطيئة ليست سوى الأسف لأنه كشف أمرك أجل أظن أننا جميعا نتعلم ذلك في سن مبكرة تماما ويعلمنا ذلك إما أن نطيع أمنا أو أبانا أو أن نكون أكثر دهاءا للتأكد من أنه لن يكشف أمرنا في المرة القادمة تماما يا إبراهيم وأنا تعلمت ذلك في سن مبكرة جدا كما فعل أولادي حسب ما أظن لكن الحزن بسبب مشيئتيه مختلف فهو في الواقع هدية من يهوى ويؤدي إلى التوبة هذا ما يميزه عن حزن العالم إبراهيم افتح لكورانثوس الثانية الإصحاح السابع وقرأ لنا الآيات التاسعة حتى الحادية عشرة ففيها يصف بولوس التحول الذي يحدث عندما يكون حزن الشخص بسبب مشيئتيه هل وجدتها؟ آه طبعا تفضل الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم بل لأنكم حزنتم للتوبة لأنكم حزنتم بحسب مشيئتيه لكي لا تتخسروا منا في شيء لأن الحزن الذي بحسب مشيئتيه ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة وأما حزن العالم فينشئ موتا فإنه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئتيه كم أنشأ فيكم من الاجتهاد بل من الاحتجاج بل من الغيظ بل من الخوف بل من الشوق بل من الغيرة بل من الانتقام في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر إذن الحزن بحسب مشيئتيه يقود دائما إلى التوبة فالتوبة بحد ذاتها هبة كخطأ تصبح قلوبنا صلبة لكن يهوى كخالقنا يفهم تأثير الخطيئة علينا ويوفر كل ما نحتاج إليه بما في ذلك الحزن بحسب مشيئتيه والتوبة الحقيقية ترد جملة مثيرة للفضول في تيموثاوس الثاني هل تفتح على الإصحاح الثاني فيها؟ من السهل التغاضي عنها لكن أصغي إليها فهي تكشف عن أن التوبة هبة أيضاً حين تجدها اقرأ الآيات الثالثة والعشرين حتى السادسة والعشرين والمبحثات الغبية والسخيفة اجتنبها عالماً أنها تولد خصومات وعبد يهوى لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفقاً بالجميع صالحاً للتعليم صبوراً على المشقات مؤدباً بالوداعة المقاومين عسى أن يعطيهم ياه توبة لمعرفة الحق فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته هل فهمت ذلك؟ نعم هو يقول إن ياه يعطي أو يمنح التوبة لنتمكن من معرفة الحق ونلجأ إلى المنطق ونتجنب فخ الشيطان إنها هبة وليست رحلة أعمال من الجيد أن نتأسف عندما نفعل شيئاً خاطئاً فهذا ضميرنا يبكتنا لكن علينا أن نكون أكثر من آسفين إذ يمكن أن يكون المرء آسفاً وأن يكرر الأمر مراراً وتكراراً نحن بحاجة إلى أن نكون حزينين حتى نلجأ إليه للحصول على المساعدة لنتمكن من خلال قوتيه من التوقف عن فعل أي شيء خاطئ يوسف يقول يحنى الإصحاح الثالث الآية السادسة عشر لأنه هكذا أحب يهوى العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية أجل يا إبراهيم لكن هؤلاء الكل من لا يخلصون إلا إن حصلوا على الحزن بحسب مشيئتيا الذي يؤدي إلى التوبة عن الخطيئة وإلا فإنه حزن العالم نفسه الذي عبر عنه يهوذة عند خيانته للمخلص تأسف لأنه تم القبض عليه وخاف من العقاب بالضبط يا إبراهيم والأمر ليس حسب النموس إنه هبة لكن ثمت هبات روحية يجب أن يتم تلقيها وقبولها لإحداث التغيير في الحياة هل تقرأ لنا يحنى الإصحاح السادس الآية الرابعة والأربعين بالتأكيد تقول لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني وأنا أقيمه في اليوم الأخير الآب يجذبنا من خلال وهبنا حزنا حسب مشيئتيا بسبب الخطيئة ثم كرد على ذلك يهبنا التوبة لنتمكن من الابتعاد عن الخطيئة وبواسطة قوته من العيش حياة إلهية في المسيحية هوشوة هذا رائع إنه فعلا رائع فعلا يا إبراهيم حسنا سؤالنا التالي من ما من اسم إنه مجهول من تركمنستان يسأل إخوة الأعزاء في يهوشوة أن تكون مسيحيا في بلدنا أمر مثير للتحديات وهذا يؤثر على حياتنا في مجالات عدة حاليا تواجه المجموعة الصغيرة من المؤمنين التي نؤلفها مصاعب جمة هل هناك وعود يمكنكم مشاركتنا إياها لتساعدنا على تخطي المصاعب في الأيام المقبلة؟ شكرا على سؤالك أولا دعني أقول لك وأنا أتحدث نيابة عننا جميعا في فرصة العالم الأخيرة World's Last Chance إننا سنصلي من أجلك ومن أجل وضعك أما بالنسبة إلى الوعود فنعم هناك وعود كثيرة ورغم أنني لا أعرف وضعك بالتفصيل إلا أن هناك وعودا شاملة بما يكفي لتناسب كل موقف فلنبدأ ببطرس هل تفتح على بطرس الثانية الإصحاح الأول وتقرأ لنا الآيات الثانية حتى الرابعة؟ نعم تقول لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة ياه ويهوش وربنا كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة الذين بهما قد وهب لنا الموعيد العظمى والثمينة هكذا نتخطى المصاعب في كل وضع ففي كل تجربة يعطينا ياه القوة وفي الألم والعذاب يمنحنا العزاء نعم فلنقرأ الآن يا إبراهيم إيه الشعي الإصحاح الأربعين الآيات الثامنة والعشرين حتى الثلاثين بكل سرور أما عرفت أم لم تسمع إلوى الدهر يهوى خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعي ليس عن فهمه فحص يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا وأما منتظروا يهوى فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يرقدون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون لأن يهوى هو خالقنا فهو يعرف نقاط قوتنا وضعفنا يعرف ببساطة كم يمكننا أن نتحمل وما هو الحد الأقصى لتحملنا هو هنا ليعطينا مقدار القوة والتحمل والطمأنينة أو الحكمة التي نحتاج إليها في أي موقف معين إحدى الفقرات التي زودتني بالقوة في الأيام العصيبة هي في المزمور الرابع والثلاثين الآيات الخمسة عشرة والسبعة عشرة والثامنة عشرة تماما تقول عينا يهوى نحو الصدقين وأذناه إلى صراخهم أولئك صرخوا يهوى سمع ومن كل شدائدهم أنقذهم قريب هو يهوى من المنكسري القلوب ويخلص المنصحقي الروح سواء أكانت مشاكلنا إدمانا على الخطيئة أو أسرا من السلطات الملحدة وألاف الاحتمالات الأخرى يمكننا الوثوق بالآن بالتأكيد ليس لدينا وقت للاقتباس منه ولكن إن أراد أي شخص البحث عن الأمر بنفسه فإن المزمورة السابعة والثلاثين مليء بالوعود القوية والمطمئنة صحيح في الختام أود أن أقرأ وعدا أخيرا إنه يرد في فيليبي الإصحاح الرابع الآية التاسعة عشرة التي تقول فيملأ إلوى كل احتياجكم بحسب غيناه في المجد في المسيح يهوشو يمكننا الوثوق بالآب ليحفظ وعوده وهو يدعم كل وعد يقطع لدينا وقت لسؤال سريع بعد يا يوسف يسأل بلوت من مانيلا في الفلبين تشيرون بشكل متكرر إلى فيديوهات على اليوتيوب هل يمكن أن تعلموني عن اسم قناتكم على اليوتيوب؟ لدينا حاليا إثنتان وثلاثون قناة على اليوتيوب لأننا ننتج فيديوهات باثنتين وثلاثين لغة مختلفة قناتنا الأصلية هي بالإنجليزية واسمها WLC Videos ما عليك سوى أن تدخل كلمة WLC Videos في شريط البحث على اليوتيوب؟ نعم لدينا أيضا قنوات باللغة الأفريكانية والبهاسة والبمبا والبلغارية ولغتين من الصينية الصينية التقليدية والمبسطة وشيتونجا والشيكية والهولندية والإنجليزية والفيجية والفرنسية والألمانية واليونانية والهندية والإيطالية والكورية والماوارية والنرويجية والبولندية والبرتغالية والرومانية والروسية والشونة والسلوفينية والإسبانية والسويدية والتغالوجية والتيلغو والأوكرانية والفيتنامية على سبيل المثال إن كنتم تستمعون إلى اللغة الإسبانية لكن لغتكم الأم هي البرتغالية فما عليكم سوى الانتقال إلى الفيديوهات الخاصة بفرصة العالم الأخيرة World's Last Chance على اليوتيوب ثم تحت الشعار إلى اليسار ستظهر الروابط على الشاشة وهي تتضمن Home Videos Playlists أي لائحة الحلقات Community أي جماعة Channels أي قنوات وAbout أي حول ببساطة أنقروا على رمز قنوات أو Channels للولوج إلى الفيديوهات باللغة المفضلة لديكم وأود أن أضيف يا يوسف إن كنت تجيد لغة أخرى وحصلت على بركة رسائل إذاعة فرصة العالم الأخيرة World's Last Chance أو موقعنا الإلكتروني وتود أن تتعاون معنا لنشر الحق أعلمنا بذلك فنحن نبحث باستمرار عن أشخاص يتمتعون بالكفاءة اللازمة للترجمة إلى لغات إضافية مرحباً هنا راديو فرصة العالم الأخيرة معكم نادية يعقوب في وعد اليوم من كلمة ياه خلال أيام الحرب العالمية الثانية المرعبة قذف والد يمسك بيد ابنه الصغير خارج مبنى كان قد تعرض للطول القصف في الفناء الأمامي كانت هناك حفرة سببتها قذيفة أخرى علم الرجل أنه لو قدر لهما أن يحظي بفرصة للبقاء على قيد الحياة فعليهما الاختباء بأسرع وقت ممكن لذا قفز في الحفرة والصدار ورفع ذراعيه باتجاه ابنه اقفز صرخ لابنه الصغير كان الطفل الصغير مرعوباً فصرخ له أنا لا أستطيع رؤيتك على الفور رد بكلمات مطمئنة لكن أنا أستطيع رؤيتك اقفز فقفز الولد لأنه يثق بأن أباه سيمسك به صرح دونر آتود بحكمة أقتبس الإيمان المسيحي يمكننا من مواجهة الحياة أو مواجهة الموت ليس لأننا نستطيع أن نرى إنما لأننا على ثقة بأننا نرى ليس لأننا نعرف جميع الإجابات إنما لأننا معرفون نهاية الاقتباس المزمور السابع والثلاثون الآيات الثالثة والعشرون حتى الخامسة والعشرون تقول من قبل يهوى تتثبت خطوات الإنسان وفي طريقه يسر إذا سقط لا ينطرح لأن يهوى مسند يده أيضاً كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقاً تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزاً في مرحلة ما من حياة كل واحد مننا كل واحد مننا قد لا يعرف ما يفعله في وضع محدد لا يمكننا أن نستجير ولا يمكننا أن نرى بوضوح الطريقة أمامنا أيضاً عندما يحصل ذلك لا تخف رمياء الأصحاح التاسع والعشرون الآيات الحادية عشرة حتى الثالثة عشرة تقول لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول يهوى أفكار سلام لا شر لأعطيكم أخيرة ورجاء فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي فأسمعوا لكم وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم قد لا ترون المستقبل لكنكم لستم بحاجة إلى ذلك فياه يفعل وسيبقيكم بأمان قال باتريك أوفرتون أقتبس عندما تصل إلى نهاية كل النور الذي لديك ويتحتم عليك القيام بخطوة في ظلام المجهول تأكد أن واحداً من أمرين سيحدث إما أن يتوفر أمامك شيء صلب تقف عليه أو سيتم تعليمك التحليق لقد أعطينا وعوداً عظيمة وثمينة اذهبوا وابدأوا بالمطالبة بها أعرف أننا اقتربنا من نهاية وقتنا ولكن لدي سؤال يا يوسف عرضت رؤية حسقيال الناس وهم يأنون ويتنهدون في المدينة هل يشير ذلك ضمناً إلى أنه على المؤمنين أن يبقوا في الكنيسة؟ يسرني أنك تطرقت إلى الأمر بالتأكيد هذا ما يدرسه الرعاة يقولون أن الأنين والتنهد يثبتان أنهم البقية وبالتالي عليهم البقاء في الكنيسة المتبقية وهم يضيفون أن كل تغيير يمكن أن يحدثه أعضاء الكنيسة في قلب الكنيسة نعم لكن هذا خطأ فالأنين والتنهد لا يثبتان أي أمر كان الفرسيون في زمن يهوشو يؤمنون بشكل كبير بالتنهد والأنين وبالصوم وبالقيام بأمور لإثبات قداستهم هذا صحيح أذكر كلمات يهوشو في متى الإصحاح السادس الآية السابعة حيث قال وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم ثم هناك لودكيون إنهم مثل الفرسيين يحسنون التنهد والأنين من خلال التنهد والأنين على خطايا الآخرين يثبتون لأنفسهم أنهم ليسوا لودكيين فرغم كل شيء لديهم الفطة الروحية ليعرفوا أن ثمة ما يدعو إلى التنهد والأنين هم ليسوا عميانا لكنه عمل منافق ليس كذلك؟ طبع سأبكي على خطياك وبحزني على خطياك أبرهن كم أنا مقدس أجل يا إبراهيم يمكن أن تعتبر وسيلة لإعفاء نفسك والقول إن الرسائل التي تقود إلى التوبة ومغادرة الكنائس ليست موجهة إليك إنه خداع دقيق حقا فهؤلاء الذين يأنون ويتنهدون ليسوا من سيحصلون على السمى من الرجل الذي إلى جانبه محبرة الكاتب ماذا تعني؟ الناس الذين يؤدون عرضا وهم يتحسرون على الرد في الكنيسة ولكنهم يفضلون الموت على مغادرة الكنيسة لن يحصلوا على السمى والشيطان يستخدم هؤلاء المدعين لثني الآخرين عن المضي قدما في قناعاتهم إنهم يسكتون صوت الروح القدس الذي يحث المخلصين على الهرب على النقيد من ذلك الصادق الذي يأنه ويتنهد ليس كاللاوود كي الذي يؤدي دورا تمثيليا ليثبت لنفسه وللآخرين كم هو متدين إنهم يحزنون حقا لما يحدث وعندما يبكتون لمغادرة الكنيسة يفعلون ذلك يوسف ماذا عن أولئك الذين ما زالوا يقصدون الكنيسة والذين لم يسمعوا الرسالة التي تسألهم المغادرة؟ لن يرفض ياه أي شخص يرغب قلبه في اتباعه حتى لو لم يتعلم بعد كل الحقائق الحالية فحزنه الصادق يكشف عن أن قلبه حساس على جذبه لأن الاعتراف بالرد في الكنيسة هو الخطوة الأولى في نهاية المطاف لمغادرة الكنيسة حسنا لم يبلغ بعد مرحلة الإدراك أنه يمكنهم المغادرة وعليهم ذلك صحيح يا إبراهيم لكن يهوى يقرأ قلوبهم ويضع عليها سمة تدل على أنها ملكه والسبب حد ذاتها تشكل دليلا إضافيا على وجوب مغادرتهم لو تسنى لهم الوقت الكافي لتطوير مفهوم أعمق نعم السمة هي روح ياه الذي يقود إلى الحق يفسر يهوشو أن عمل الروح القدس هو التبكيت على الخطيئة والقيادة إلى المزيد من الحق هذا ما قاله في يحنى الإصحاح السادس عشر أجل قال إنه من مصلحتهم أن يغادر لكي يرسل إليهم المعزي ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة يحنى الإصحاح السادس عشر الآية الثامنة هذا هو المفتاح لفهم كيف يمكن لبعضهم حتى في هذا الوقت المتأخر أن يبقوا في الكنيسة وأن يتنهدوا ويئنوا ومع ذلك يحصلون على سمة الخلاص إن أصحاب القلوب الصادقة الذين يئنون على الرجاسات في الكنيسة يفعلون ذلك وهم يتمتعون بفهم حقيقي لمدى خطأ الخطيئة أجل وهذه المعرفة مكتسبة من الروح القدسي وحده إبراهيم هل تقرأ لنا أفاسوس الإصحاح الرابع الآية الثلاثين فالكتاب المقدس يساوي ما بين أن نحصل على السمة وأن يملأنا الروح القدس بالتأكيد تقول ولا تحزنوا روح يهوى القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء والآن اقرأ لنا كورانثوس الثانية الإصحاح الأول الآيتين الواحدة والعشرين والثانية والعشرين ولكن الذي يثبتنا معكم في يهوشوى وقد مسحنا هو يهوى الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا تطلب منا المغادرة ولكن لا يطلب منا الحكم على من يبقون فيهوى يعرف كل قلب على حدة على عكسنا نحن وياه يتمتع بالحكمة ليقود كل واحد بمفرده نحن لا يجب على كل واحد منا الاستجابة لقيادة الروح القدس في قلوبنا ويمكننا أن نكون واثقين من أنه سيقود كل الذين يستجبون حسب الطريقة الفضلة وفي الوقت الأفضل لكل فرد صحيح يا إبراهيم جاهزوا أنفسكم وصلوا للذين يبقون لكن ثقوا بالآب ليعرف أي قلوب لم تصبح قاسية ضد روحه الذي يجتذبها فكل من يستجيب للروح القدس سيحصل على سمة تفرقه عن الآخرين يوسف أريد أن أضيف نقطة هنا واقع أن بعضهم ربما لم يتمكنوا بعد من فهم النور الذي يقودهم إلى الخروج من الكنائس لا يعفينا من مغادرة الكنائس الساقطة بالضبط يا إبراهيم فمن واجبنا المغادرة تماما مثلما أخرج الملائكة لوط من سدومة بسرعة هم أيضا يحثون المؤمنين على مغادرة جميع المنظمات والطوائف ما من استثناءات أجل عليكم بالتنهد والأنين على الرجاسات في الكنيسة لكن افعلوا من خارج الكنيسة ومن خلال مثالكم على الطاع أظهر للآخرين أنه من الآمن اتباع الخروف خارج الأديان المنظمة هذا تذكير جيد فالخلاص يكون عبر الإيمان بيهوشوة وليس عبر العضوية في الكنيسة السبب في أن ذلك مهم جدا وفي أنني أشعر أنني لا أستطيع التأكيد على هذا بما فيه الكفاية هو أن الشيطان هو القائد المحرك الرئيس وهو يسحب الأوتار ويؤثر على القادة الذين يقومون بدورهم بتوجيه الناس فهو يريد أن يكون الناس في الكنيس وأن يجلس على مقاعدهم ويغذوا بعقائده الملتوية هكذا يسيطر على الناس هكذا يعدهم روحيا لقبول أوهامه سلامتنا الوحيدة هي الخروج من تحت السلطة الروحية للأشخاص الآخرين واللجوء إلى يهوى بأنفسنا وتعلم الحق بأنفسنا مباشرة منه وعندما يرتبط راتب أحد الرعاة بتطابقه مع مذاهب المنظمة التي توظفه لا تلجأ إليه ليعلمك ما هو الحق بل إلجأ إليه بنفسك هذا صحيح اسمعوا يا أصدقاء الطريقة الوحيدة التي نستطيع بواسطتها أن نكون آمنين من الأوهام التي أعدها الشيطان هي التخلص من تأثير هذه المنظمات الساقطة عندما يتم فرض سمة الوحش من برأيك سيكون القوة الدافعة الرئيسة وراء فرضها سأخبركم لن تكون الحكومة بل ستكون الكنائس الساقطة عندما يأتي الشيطان ويتظاهر بأنه يهوشوا سيكون قادة الكنائس الساقطة هم أول من ينحنون ويسجدون له غادروها على الفور لا تبقوا حيث يمكن أن تخدعوا اجعلوا من يهوى معلمكم يمكنكم الوثوق به لإرشادكم على طول الطريق أيها الأصدقاء استمعوا إلينا غدا من جديد وحتى ذلك الحين تذكروا يهوى يحبكم وهو جدير بثقتكم أنتم تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة هذه الحلقة بالإضافة إلى الحلقات السابقة من راديو فرصة العالم الأخيرة متوفرة للتحميل على موقعنا الإلكتروني إنها حلقات رائعة لكي تشاركها مع الأصدقاء ومع زملائك في دراسة الكتاب المقدس وهي حلقات لا غنى عنها للذين يعبدون يهوى في بيوتهم إذا رغبت في الاستماع إلى برامج راديو فرصة العالم الأخيرة زر موقعنا www.worldslastchance.com انقر على رمز راديو فرصة العالم الأخيرة الموجود على الصفحة الرئيسية لجهة اليمين هكذا يمكنك تحميل كل الحلقات بلغتك المفضلة هناك أيضا مقالات وفيديوهات بمجموعة مختلفة من اللغات انضموا إلينا غدا لتستمعوا إلى رسالة مليئة بالحق عبر WBCQ على بوجة 9330 كيلو هيردز وعلى تردد 31 مترا راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة